السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم أبنائنا عزائنا طالبات وطالبات الصف الثاني الثانوي الصناعي قسم تركيبات ومعدات كهربية أهلا وسهلا بكم مع أولى حلقاتنا في مادة الألات الكهربية إن شاء الله احنا المهاردة هنتكلم في مادة الألات الكهربية هندرس مع بعض الهدف الرئيسي من دراسة المادة والهدف الفرعي من دراسة المادة هنتكلم مع بعض المادة موجودة معنا في الصف الثاني والصف الثالث هندخل مع بعض في الباب الأول في المادة عن الطيار المتردد ونبدأ نتكلم مع بعض أهمية المادة بالنسبة لنا إيه؟ أهمية المادة بالنسبة لنا مادة الآلات الكهربية والوقاية هندرس من خلالها الطيار المتردد وكيفية توليد الموجة جيبية للطيار المتردد هندخل مع بعض برضو في توصيل الملفات السلسية الأوجو وطرق التوصيل لملفات السلسية الأوجو بعد كده هنشوف العلاقة بين الجهد والطيار في توصيلات القوة الدفعة الكهربية أو توصيلات الملفات الكهربية هنلاقي عندنا توصلتين النجمة والدلتا هنتكلم فيهم العلاقة بين الجهد والطيار هنشوف العلاقة بينهم ايه وازاي نحسب القوانين بتاعتنا وهنشوف حساب القدرة في التلات في التوصلتين في التواصلتين أول حاجة نبدأ فيها مع بعض هنبدأ نتكلم عن الأهداف الرئيسية أو الهدف من دراسة مادة الألات الكهربية هنلاقي أن الهدف من دراسة مادة الألات الكهربية هو دراسة الطيار المتردد وكيفية الحصول عليه وهنتكلم كمان عن طرق توصيل الملفات السلاسية الأوجو ومزايا التوصيل السلاسي الأوجو بعد كده هنتكلم عن دراسة المحاولات الكهربية من حيث التعريف وأنواعها وطرق توصيلها وطرق التبريد وأعطالها وطرق الوقاية في الترميتين إن شاء الله هنلاقي نفسنا بنتكلم عن ألات الطيار المستمر من حيث أنها محرك طيار مستمر ومن حيث برضو أنها مولد طيار مستمر إن شاء الله المادة الباب الأول عندنا بيتكلم عن الطيار المتردد ومن خلال الباب الأول عايزين نشوف مع بعض كده الهدف من دراسة الوحدة الأولى أو الباب الأول اللي هو الطيار المتردد هنلاقي مع بعض إن إحنا هنمحتاجين اكتساب أو اكتساب المعرفة بالطيار المتردد وكيفية الحصول عليه وكيفية توليد الموجة الجايبية بعد كده كمان بنكتسب معرفة أو بنكتسب المعارف اللازمة لطرق توصيل الملفات السلاسية الأوجه وإحنا خلال شرحنا وخلال دراستنا هنلاقي إن إحنا عندنا طريقتين طريق توصيل النجمة وطريق توصيل دلتا بعد كده عندنا اكتساب المعارف اللازمة أو المعارف الكافية لتحديد مزايا النظام السلاسي خلال دراستنا للباب هنتكلم عن عناصر مهمة أهمها نظام توليد الطيار المتردد المتعدد الأوجه بعد كده طريقة توصيل النجمة بموصل المحيد ومن غير الموصل المحيد علاقة الطيار بالجهد أو علاقة الطيار والجهد في توصيل النجمة وكمان هندرس مع بعض التوصيلة الدلتا أو توصيلة الدلتا وكمان برضو علاقة الطيار بالجهد في توصيلة الدلتا وكمان بندرس القدرة في الطيار المتردد السلاسي الأوجه القدرة في توصيلة النجمة وتوصيلة الدلتا وبنشوف مع بعض بنحل مع بعض مجموعة أمثلة من خلالها إن شاء الله بنكتسب المهارة الكافية في إن احنا نقدر نحل الأمثلة الموجودة عندنا أول حاجة عايزين نفتكر مع بعض حاجة مهمة نفتكر مع بعض حاجة أو تعريف كنا بنقوله التعريف ده بيقولي هو طيار تتغير قيمته واتجاهه تغيرا دوريا مع مرور الزمن هو طيار تتغير قيمته واتجاهه تغيرا دوريا مع مرور الزمن تعالوا نفتكر كده في العام الماضي في الصف الأول درسنا في الباب الرابع في باب الطيار المتردد كنا اتكلمنا عن تعريف الطيار المتردد تمام يا مستر هو ده تعريف الطيار المتردد اللي احنا كنا خدناه فيه الباب الرابع في الصف الأول في مادة الهندسة القربية أو أساسيات الهندسة القربية يبقى خدنا فيها في المادة الهندسة كربية أو السيادة الهندسة كربية في الصف الأول خدنا تعريف الطيار المتردد وقلنا ان الطيار المتردد هو طيار تتغير قيمته واتجاهه تغيرا دوريا طب يا مستر حضرتك بتقول لنا النهاردة بتفكرنا بالطيار المتردد بتعريفه اللي خدناه في الصف الأول تمام لانه احنا النهاردة بصدد ان احنا نبحث مع بعض طرق توليده يعني التعريف اللي موجود قدامنا بيقول هو الطيار الكهرابي الذي تتغير قيمته واتجاهه مع تكرار نفسه دوريا مع مرور الزمن هو ايه ده يا مستر التعريف برافو عليكم هو ده تعريف الطيار المتردد ده تعريف الطيار المتردد تعالوا بقى مع بعض نشوف احنا هزاي نحصل على الموجة الجايبية للطيار المتردد طيب يا مستر هو احنا عندنا الطيار المتردد سلاسي الأوجه بس برافو عليكم احنا عندنا سلاسي الأوجه ووجه واحد تمام هنشوف مع بعض في الاول كيفية توليد الموجة الجايبية هنشوفها فيه بخصوص الوجه الواحد ونشوفها مع بعض برضو بخصوص السلاسي الأوجه او موجة جايبية وجه واحد احادية الوجه وموجة جايبية سلاسية الأوجه طيب لو جينا بصينا على الشكل اللي قدامنا هنلاقي ان الشكل اللي قدامنا ده عبارة عن مولد او نقولها بابسط شكل كده هو ملف موجود بين قدبين مغناطيسيين ملف موجود بين قدبين مغناطيسيين قدب شمالي وقدب جنوبي الملف ده مصنوع من النحاس او موصل سلكي من النحاس الملف ده جماعة لو جينا يتحرك بين القطبين فيه اتجاهين للملف فيه جانب من الملف الجانب الايصر او الجانب الشمال والجانب الجنوبي عندما يجي الموصل ده يتحرك لما يجي الموصل ده يتحرك بين القطبين طبيعة الحال ان الاقطاب المغناطسية بيبقى ما بينها خطوط مجال بيبقى ما بينها ايه خطوط مجال رايحة جاية ما بين القطبين الشمالي والجنوبي الموصل طيب لما الموصل يلف أو يبدأ يدور إيه اللي يحصل؟ الموصل هيقطع خطوط المجال فبالتالي تتولد إيه؟ القوة الدفعة الكهربية يعني يا مستر هو ساعة ما يتولد القوة الدفعة الكهربية يبقى خلاص حصلنا على الموجة الجايبية تمام لأن الموجة الجايبية أو الموجة الجايبية للطائر المتردد هي نفس الموجة الجايبية للجهد المتردد تمام فتعالا نبص مع بعض كده لو تخيلنا ان الموصل بيدور في المجال المغناطيسي لو نتخيل مع بعض كده ان الموصل يدور بين القطبين المغناطيسيين يعني بيدور في بحر المجال المغناطيسي يعني الملف ده بيتبادل موقعه الجزء الجنوبي بيلف في الناحية التانية يعني شوف اتجاه الاسهم ده كده لو بصنا على اتجاه الاسهم فهنتخيل دوران الموصل بين القطبين المغناطيسيين تمام فلما يدور الموصل او يلف الموصل ياخد وضع دوران بين القطبين المغناطسيين فهيتبادل موقعه بين القطبين يعني الشمالي والجنوبي طبعا الكلام ده هتبقى عملية مستمرة ليه لانه الموصل ما بيلفش لفة واحدة ده هو خلاص هو خد الحركة خلاص الكلام ده بيفكرنا بقاعدة فيليمينج وكانت بتقول ان القوة الدفعة الكهربية والطيار يعني بيتبادلوا الحركة تحت الاقطاب المختلفة وبعدين بيتغير ساعتها نلاقي انه بيتغير الجزء او القيمة العظمى للقوة الدفعة الكهربية والقيمة العظمى لها بالموجب وبالسالب بتبدأ تتغير معنا طيب الكلام ده بنلاقي فيه اختلاف الاشارة تمام برافو عليكم لانه بيبقى عندي نص موجب ونص سالب بيبقى عندي نص موجب ونص موجب ونص موجب سالب الكلام ده يوضح لنا الشكل اللي جاي دوت ادي شكل الموجب الجايبية الموجب الجايبية عندي هنا بتقول انه من المسافة صفر لحد نفس الخط على نفس النقطة هي برضو تعتبر صفر رجعت لخط الصفر ولكن هي على زاوية كام مية وتمانين على زاوية مية وتمانين النقطة اللي فوق اعلى نقطة للقيمة او لقيمة الطيار المتردد هنا دي الاي ماكسموم او القيمة العظمى لمين للطيار المتردد طيب يا مستر هو هنا كان ايه برضو دي كانت القيمة العظمى ايوة برافو عليك دي القيمة العظمى ايه بالسالب القيمة العظمى بالسالب تمام كده طيب نيجي في الشريحة اللي بعد كده هنلاقي مع بعض هنتكلم عن الفكرة دي وصلتنا لإيه الفكرة دي وصلتنا لإنه إحنا بنتكلم عن فكرة عمل المولد الكهرابي تمام؟ إحنا كده بنتكلم عن فكرة عمل المولد الكهرابي والمولد الكهرابي حبيبنا هو برضو جواه عضو دائر وفي حوالين العضو الدائر عضو ثابت العضو الدائر لما بيدور بيبقى هو اللي شايل الموصل بيبقى هو ايه اللي شايل الموصل العدو الدار او المنتج اللي جوه المنتج ايه اللي بيحصل هو بيبقى الموصل واخد وضع وده درسناه في الصف الاول برضو درسنا اوضاع الموصل امتى تبقى قيمة القوة الدفعة الكهربية بصف وامتى تبقى قيمة القوة الدفعة الكهربية عند القيمة العظمى لها وطبعا فاكرين لما قلنا انه قيمة القوة الدفعة الكهربية عند اعلى قيمة كانت فين كانت عندي يا مستر زاو يتقطع تسعين برافو عليكم كانت عندي ايه زاوية قاطع 90 درج تمام طيب يا مستر هو الوضع الموصل في الاول كان موازي لخطوط المجال طبعا عندنا ايدي هنعتبر ان كف ايدي ده هو الموصل الموجود بين القطبين الشمالي والجنوبي طيب هو ده الوضع كان لسه المولد مدرش برافو عليكم يعني اما يلف معايا الموصل ابدأ احرك ايدي فانا كده ايه بلفف الموصل جوه تمام كده فهو في الوضع ده كان موازي لخطوط المجال فكانت قيمة القوة الدفعة الكهربية مالها صفر يعني عند النقطة صفر كان يا مستر الموصل موازي تمام كان الموصل موازي لخطوط المجال طب لما يبدأ يلف الموصل معايا بص كده لما جه عند زاوية قطع 90 درجة الزاوية 90 بقى ايه عمودي على خطوط المجال يعني قطع خطوط المجال وزاوية القطع كان 90 درجة في الحالة دي في الحالة دي يكون ايه يكون القوة الدفعة الكهربية عند القيمة العظمى لها تكون القوة الدفعة الكهربية عند القيمة العظمى لها يعني بتبقى القوة الدفعة الكهربية الاي ماكسيمم بتبقى ايه الاي ماكسيمم او قيمة الطيار بتبقى الاي ماكسيمم برضو القيمة العظمى للطيار تمام تعالوا نبص على الشكل كده هنلاقي ان الشكل اللي قدامي ده عبارة عن مولد كهرابي المؤلد الكهرابي فيه موصل هنا الموصل برضو هنشوف اتجاه الساهم ده هيلف اتجاه عقرب الساعة طيب الموصل موضوع يا مستر بين قطبين مغناطيسيين أيوة موضوع بين قطبين مغناطيسيين علشان لاثنين القطبين في مواجهة بعض فبيطلعوا مجال مغناطيسي قصاد بعض الاثنين فلما نيجي بيد الإدارة اللي موجودة قدامي دي لما نيجي نلفف الموصل أو نبدأ ندور الموصل بين القطبين يقوم الموصل يحصل ايه يقطع خطوط المجال وعند كل قطع الخط المجال أو المجال المغناطيسي بيحصل ايه انه لما كان بوضع موازي كان زاوية القطع صفر يعني ما فيش قوة دفعة كهربائية لما كان وصل زاوية القطع تسعين يعني بزاوية قايمة يعني الموصل بقى عمودي على خطوط المجال ايه اللي حصل بقت القوة الدفعة الكهربية عند اعلى قيمة ليها بقت القوة الدفعة الكهربية عند اعلى قيمة ليها طب الكلام ده يعني ايه يعني لو جينا نقول نظرية عمل المولد اللي توصلني للقوة الدفعة الكهربية اللي توصلني للقوة الدفعة الكهربية هنقول ايه او لتوليد الموجة الجيبية معنى اصح هنقول انه عند قطع الملف لخطوط المجال فانه يتولد قوة دفعة كهربية في هذا الملف تمام كده ما هو الملف لما بدأ يتحرك قطع خطوط المجال فمر فيه طيار فحصل توليد القوة الدفع الكهربية وبما ان المجال المغناطيسي قطبين ناتج من قطبين شمالي احدهم شمالي والاخر جنوبي وان قطع الملفات السابتة قطع مرة او الملفات قطعت مرة القطب الشمالي قطعت مرة القطب الشمالي ومرة للقطب الجنوبي فده معناه ان القوة الدفع الكهربية والطيار اللي نشأ في الملفات يكون ايه طيار متغير يعني ايه طيار متغير قلنا انه التعريف اللي قلناه في الاول اللي هو تعريف الطيار المتردد انه هو طيار متغير القيمة والاتجاه طبيعي هو متغير القيمة والاتجاه يعني كان جزء نصه بالسالب ونصه او نصه بالموجة في الاول وبعد كده نصه بالسالب وكان بيتغير في القيمة من صفر مثلا لخمسين لستين سبعين لحد ايه ما وصل للقيمة العظمى بتاعته طيب بعد كده نبدأ نشوف توليد الموجة الجايبية للسلاسية الاوجه او الموجة الجايبية للسلاسية الاوجه ويعني إيه القطب بيدور إحنا تعودنا أن المنتج بيدور تمام إحنا يعني عندنا أنواع من المولدات فيه مولدات طير متردد زو منتج سابت وأقطاب دوارة عندنا فيه مولدات زو أقطاب سابتة ومنتج دوار يعني عندنا النوعين فإحنا هنتخيل على الشكل اللي قدامنا أقطاب دوارة بتدور داخل دائرة الدائرة دي متوزع عليها تلات ملفات التلات ملفات إحنا مدين لكل ملف لهم بحيث أن إحنا يبان حتى شكله لما نستنتج منه قوة دفعة كهربية الموجة الجايبية بتاعته كمان هنلاقي أن المجال المغناطيسي هنا مجال مغناطيسي دائر المجال المغناطيسي هنا مجال مغناطيسي دائر كل ما الموصل أو الأقطاب كل ما الأقطاب المغناطيسية وهي بتدور كل ما بتيجي عنده موصل تقطعه إيه اللي بيحصل؟ بيتولد فيه قوة دفعة كهربية يعني ايه الكلام ده مستر يعني هو كل ملف هيتولد فيه قوة دفع كهربية تمام كل موصل هيتولد فيه قوة دفع كهربية وهنلاقي لو بصينا على يعني نقول كلمتين كده نشرحهم بخصوص الدائرة دي اللي هو في مولدات الطيار المتردد سلسية الأوجو بنلاقي أو بتوجد ثلاث ملفات موزع على دائرة الدائرة دي قلنا في وسطيها مجال ميرناطيسي أو في وسطيها الأقطاب تمام في وسطيها الأقطاب بعد كده الأقطاب لما بتدور بيتولد مجال ميرناطيسي دائر المجال الميرناطيسي بيقطع الثلاث ملفات صح كده طب يا مستر هو هيتولد في الثلاث ملفات جهد وطيار برافو عليكم هيتولد مجال ميرناطيسي هيتولد طيار وقوة دفع كهربية في كل ملف صحيح ولكن هيبقى فيه بينهم زوية إزاحة 120 درد هيبقى فيه بينهم زوية إزاحة 120 درد تعالوا نشوف الكلام دوت على الشكل اللي جاي الشكل اللي جاي بيقول لي أن دي الثلاث موجات جايبية في الثلاث ملفات الثلاث موجات في الثلاث ملفات تمام كده؟ هنلاقي أن فيه زوية زوية إزاحة بين كل ملف والتاني أو كل موجة والتانية زوية 120 درد تمام كده؟ يبقى احنا كده وضحنا أن الشكل اللي قدامنا عبارة عن أقطاب ميرناطيسية بالدور داخل دائرة الدائرة موزة عليها ثلاث ملفات الثلاث ملفات بيتولد فيهم قوة دفع كهربية وبيمروا فيهم طيار فبينشأ من خلالهم الموجة الجايبية لقصادنا دي بعد كده تعالوا نشوف هي القوة الدفعة الكهربية يا مستر هتبقى قيمتها إيه؟ ويمكن حسابها إزاي؟ لو بصنا على المعادلة الأولى احنا عندنا طبعا ثلاث ملفات الثلاث ملفات دول بيتولد فيهم قوة دفع كهربية تعالوا نشوف القيمة اللحظية للقوة الدفع الكهربية للثلاث أورو أو في الثلاث ملفات بقى الثلاث ملفات دول هينشأ فيهم قوة دفع كهربية أو قيمة متوسطة قيمة لحظية للقوة الدفع الكهربية تعالوا نبص عليها هنلاقي أنه الإي واحد اللي هي القيمة اللحظية للقوة الدفع الكهربية الإي واحد اللي هي إيه يا جماعة؟ تمام برافو عليكم القيمة اللحظية للقوة الدفع الكهربية تمام؟ بتساوي الإي مكسيمم وقلنا على الإي مكسيمم دي إيه؟ القيمة العزمة للقوة الدفع الكهربية طب واحد قال لي يا مستر هو ايه رقم واحد اللي احنا حطينه ده الرقم واحد اللي مكتوب ده يا جماعة برافو عليكم واخدين بالكم من النقطة دي الرقم واحد ده معناه انه دي القيمة اللحظية للقوة الدفعة الكهربية المتولدة في الملف الاول المتولدة فين في الملف الاول برافو عليكم مضروب في سين اوميجا تي مضروبة في سين اوميجا تي وهنفسر كل الكلام ده بعدين واحنا شغالين القيمة اللحظية تعالوا نشوف بقى في الملف الثاني بالنسبة للملف الثاني هنلاقي أن القيمة اللحظية للقوة الدفعة الكهربية في الملف الثاني عبارة عن E2 وقلنا أن E2 دي القيمة اللحظية للقوة الدفعة الكهربية بتساوي E maximum 2 E maximum 2 اللي هي القوة الدفعة أو القيمة العظمى للقوة الدفعة الكهربية المتولدة في الملف الثاني مضروب برضو في صين أوميجا تي طب المعادلة الثالثة طبيعي خلاص هي المعادلة الثالثة بقت رقم ثلاثة او l3 بتساوي l3 في sin omega t طب يا مستر هي omega t دي يعني ايه هنشوف مع بعض l-omega t والتفسيرات اللي احنا قلناها احنا قلنا قبل كده ان l-e small دي القيمة اللحظية للقوة الدفعة الكهربية اما القيمة العظمة للقوة الدفعة الكهربية قلناها برضو قلنا l-e maximum bravo عليكم فاكرين نيجي بعد كده قلنا الأوميجا تي احنا كنا بنقول في أوميجا تي الأوميجا تي دي هي ايه الأوميجا هي السرعة الزاوية تمام والتي ده الزمن وده بنفسره بيبقى موجود على المحور الأفقي الخاص بالموجة الجيبية وده بيقول لي انه ده علاقة الطيار بالزمن او علاقة الجهد ايه بالزمن انه خاصة ان احنا بنتكلم عن طيار متردد فبيتغير وضعه ما بين بيتغير وضعه بين الأقطاب والملفات بيتغير الوضع بتاعه وبعد كده نقول ان ايه ماكسيمم قلنا ان هي القيمة العظمى للقوة الدفعة الكهربية تمام المتولدة بالتأثير في الملفات التلاتة طبعا فيه هنا حاجة بقى عايزين ناخد بالنا منها لو كانت الملفات دي متمثلة يعني مساحة المقطع واحد عدد اللفات واحد الكلام ده كله يعني متساوية في كل حاجة عدد اللفات ومساحة المقطع اذا كانت الملفات متمثلة فان هذه القيم تكون متساوية لو كانت الملفات متمثلة فمعنى كده ان القيم ايه تكون متساوية يعني القيمة اللحظية للقوة الدفعة الكهربية المتولدة بالتأثير في كل ملف من الملفات التلاتة هتبقى ايه متساوية يعني ال اي واحد هتساوي ال اي اتنين هتساوي ال اي تلاتة تمام كده وده الشكل اللي يوضح لي القوة الدفعة الكهربية المتولدة في كل وجه يا مستر هو حضرتك كاتب 120 درجة 120 درجة 120 درجة في الثلاث أوجه في الثلاث نواحد طيب المية وعشرين درجة دي مش احنا قلنا ان الطيار اللي بينشأ في الملفات والجهد اللي بيبقى على اطراف الملفات مش قلنا ان هو بيبقى فيه بينهم زوية ازاحة تمام مش قلنا ان فيه بينهم زوية ازاحة 120 درجة قلنا ان زوية الازاحة ديت لو جمعناهم الثلاث زوية هيبقوا 360 درجة وده التقدير الدائري للموجة الجيبية احنا قلنا بيبقى فيه وضع من الصفر للتسعين لمية وتمانين صح كده بيبقى من صفر تسعين لمية وتمانين وبعد كده يقلب ايه سالب 270 سالب 360 تمام بيتبقى الاوضاع مختلف لانه هو الوضع كان الموصل في الاول كان على وضع موازل للاقطاب موازل لخطوط المجال فكان زوية القاطع كام صفر بعد كده تسعين مية وتمانين وبعدين مية وتمانين دي وصلت لايه برضو لخط الصفر يخد بالك يعني صفر اصادها مية وتمانين تمام بعد كده بيلف كمان جزء فبيوصل للمتين وسبعين بعد كده لما بيكمل اللفة بتاعته كاملة بيوصل لتلتمية وستين وبكده يبقى جمعلي التلات اوغو كاملين بعد كده نبدأ نتكلم عن طرق توصيل الملفات طرق توصيل الملفات احنا قلنا عندنا في بداية الكلام بتاعنا والمقدمة للباب قلنا انه عندنا طريقتين للتوصيل الملفات السلسية الاوغو الطريقة الاولى طريقة النجمة وطريقة الدلتا او يعني نحب نقولها بشكل تاني عشان برضو نبقى احنا عندنا الفكرة وعندنا الخلفية عن كل المسميات اللي ممكن تقابلني فيه التوصيلات فيه والله ممكن تلاقينا بنقول التوصيل المسلسي ده دلتا تمام يعني التوصيل المسلسية دي طريقة توصيل ايه الدلتا فهنا عندنا طريقة توصيل النجمة وطريقة توصيل دلتا او التوصيل المسلسي دلتا تعالا هنشوف مع بعض الطريقة التوصيل هتبقى عمنا ازاي احنا قلنا طريقة النجمة هي بتبقى واخدى شكل ستار او النجمة ويبقى الشكل ده هو اللي موجود عندي ادي التلات ملفات اللي موجودين ادي الملف الاول الملف التالي الملف التالت تمام لو لاحظنا ان كل ملف من دول هيبقى ليه بداية ونهاية كل ملف من دول ليه بداية ونهاية بداية ونهاية والله انت حابب تقول ان بداية الملف هنا وده نهايته اهلا وسهلا تمام ما فيش مشكلة خالص حضرتك ايه انت اتفق على مسمى وابدأ اشرح واشتغل يعني انت هتختار مسميات الاطراف بتاعت الملفات من حيث البداية والنهاية وانت اشتغل بقى في طريقة التوصيل برحتك فيها يعني ممكن تقول ان هنا البداية ودي النهاية طيب هتتوصل ازاي طريقة النجمة والله انت قلت مثلا ان احنا جمعنا النهايات كلها في النقطة الموجودة في النص دي تمام كده فهنقول ان دي اطراف النهايات وجمعناها في نقطة يعني نقولها كده بصيغة بسيطة نقولها مع بعض وبعدين نقولها بالطريقة اللي هنكتبها في الايه في الامتحان هنقول ان احنا جمعنا اطراف النهايات اسف نهايات الملفات او انت قلت اطراف ما فياش مشكلة خالص يبقى تبدأ التوصيل من الاطراف احنا جمعنا نهايات الملفات في نقطة وتسمى نقطة التعادل وتسمى نقطة التعادل طب اطراف الملفات يا مستر أطراف الملفات دي هتروح على التوصيل بتاعته هي اللي بيدخل لها الطيار المتردد الدخل بتاعته تمام يبقى أطراف الدخل هي الأطراف الثلاثة اللي برا دول وهنا جمعنا نهايات الملفات في نقطة وتسمى نقطة ايه التعادل تعال نشوف مع بعض كده هنكتبها ازاي في هذه الطريقة يتم توصيل الملفات أو الثلاث ملفات بدايات أو الثلاث نهايات مع بعضها تمام هيخرج لي في الآخر هيطلع لي في الآخر هنا نقطة تجميع نقطة التجميع اللي هتظهر دي تسمى نقطة ايه التعادل أو الخط المشترك أو نقطة المشترك ما بين التوصلتين يبقى نقولها ازاي نقولها عند توصيل بداية الملفات في نقطة أو يتم تجميع نهايات أو بدايات الملفات في نقطة وتسمى نقطة التعادل طيب في الحالات يا مستر ايه اللي هيحصل تاني تعالوا نشوف هنوصلها ازاي على التابلو ده عاملين شكل مبسط كده لطريقة التوصيل ادي عندي الثلاثة اوجه بتوعي اللي احنا هنركب عليهم الملفات تعالوا نشوف ادي الملفات لما ركبناها او لفنا الملفات على الاوجه الثلاثة عندي وهنا يعني في الرسمة دي هتوضح لنا العلاقة بين الجهد والطيار عندي كام نوع من الجهد يمكن الحصول على كام نوع من الجهد هو هل هو هيبقى نوع واحد من الجهود او نوع واحد من الطيارات هنشوف مع بعض على الرسم بعد كده رسمنا الملفات بتاعتنا التلات اوجه وطبعا ملاحظين ان في زاوية 120 درجة هنا وهنا بين الملف الاول والتاني وبين التاني والتالت وبين التالت والاول تمام طيب تعالوا نشوف مع بعض كده الا هيحصل ادي الخط اللي هو سميناه خط التعادل او خط المشترك وبيتسمى بالرمز ان هنسميه الرمز ان طب ايه اي واحد و اي اتنين و اي تلاتة تمام مش احنا قلنا يا جماعة انه هيتولد برافو عليك اللي رد عليها ده قال انه في كل ملف هيتولد قوة دفع كهربية صح كده برافو عليك دي قوة دفع كهربية المتولدة في كل ملف ال اي واحد اي اتنين اي تلاتة بعد كده عندي هنا ده سهمي بيشير الى انه الطيار اللي خارج من عندي هنا اسمه اي لاين تمام اي لاين وخاصة انه في توصيلة النجمة وده هنشوفه بعد كده انه الاي لاين بيساوي الايفيس وهنحدد كل حاجة اي اي لاين واي ايفيس والكلام ده بعد ما رسمنا التلات اوجو بتاعنا بعد كده بنركب التلات ملفات اللي موجودين عندنا التلات ملفات دول على التلات اوجو او في الاقطاب المولد او على المنتج المولد هنا في حاجة مهمة اوي في حاجة انه هو حضرتك يا مستر قلتنا ان في زاوية 120 درجة ما هي دي الزاوية 120 درجة بين الملف الاول والتاني وبين التاني والتالت وبين التالت والاول تاني تمام كده طيب تعالوا نشوف مع بعض الجهود والطيارات اللي هتبقى موجودة ايه الجهود والطيارات اللي هتبقى موجودة هيبقى عندي هنا ادي خط التعادل اللي هو نقطة التعادل اللي احنا قلنا عليها مش احنا قلنا ان هي بيتم تجميع نهايات الملفات في نقطة وتسمى نقطة التعادل برافو عليك وهو ده خط ايه التعادل وهيبقى اسمه ان او النقطة دي تبقى اسمها ان تمام بعد كده ال-E1 و-E2 و-E3 برافو عليك هي دي بقى ايه الجهود او القوة الدفعة الكهربية اللي تولدت فين يا جماعة برافو عليكم فيه التلات ملفات كان عندي E1 E2 E3 كمان بنلاقي ان الطيار اللي موجود عندي اسمه I-L اسمه I-L ال-I-L ده ايه ال-I-L ده اسمه I-Line او طيار الخط طب انا عندي فيه خطوط وفيه اوجه برافو هنشوف برضو الكلام ده هنفسره تفسير كويس دول التلات اطراف اللي عندي ال-U VW التلات اطراف بيبقى عندي هنا الجهد بين الطرف ال-U وال-V او الخط ال-U وال-V بيبقى عندي ده اسمه ال-V-Line اسمه ال-V-Line يعني جهد الخط جهد الخط الكهرباء بعد كده عندي من خط التعادل للوجه الاول بيبقى اسمه ال-V-Face برافو عليكم اللي هو جهد الوجه تعالوا نشوف مع بعض بقى علاقة الكلام ده ايه هي علاقة الجهد بالطيار وفي توصيلة النجمة وايه هو جهد الوجه وجهد الخط والعلاقة بينهم ايه بالنسبة لتوصيلة النجمة احنا عندنا فيه حاجة اسمه ال-V-Face او جهد الوجه وجهد الخط علاقتهم ايه ببعض علاقة جهد الخط بجهد الوجه هي جهد الخط بيساوي جزر ثلاثة في جهد الوجه طب احنا عايزين معادلة يا مستر نحل بيها في الامثلة برافو اهي في معادلة بتقول ان ال-V-Line بيتساوي جزر ثلاثة V-Face V-Line بتساوي جزر ثلاثة V-Face برافو المعادلة اللي بعد كده او العلاقة اللي بعد كده بين طيار الخط وطيار الوجه هي بتقول ان طيار الخط بيساوي طيار الوجه يعني حادثة يا مستر احنا كنا حطين على رسمة ال-I-Line تمام ممكن نحط ال-I-Face برافو ممكن نحط ال-I-Face عادي لان الاتنين بيساوي بعض ودي تبقى العلاقة بتاعتهم اللي هي ال-I-Line بتساوي I-Face تمام تعالوا نشوف بقى ايه هي المسميات اللي احنا بنقولها دي هل الجهد الوجه احنا ما قلناش اسمه قلنا اسمه قلنا ال-V-Face وعندي جهد الخط كمان جهد الخط اللي هو قلنا ال-V-Line تمام كده ال-V-Line اللي هو ال-V-L بيساوي او قيمته او اسمه هو جهد الخط طيار الخط ال-I-Line او ال-I-L طيار الخط ال-I-Line او ال-I-L عندي طيار الوجه هنا هو ال-I-Face تمام كده يبقى احنا قلنا كل المسميات الرموز اللي موجودة في المعادلات بحيث اني اعرف ادخل بعد كده على اي مثال وطلع القيم بتاعتي واعرف احل اي مثال او اي مسألة بتجيلي في الامتحان او في الكتاب بعد كده بنفتكر حاجة مع بعض مهمة يعني لازم نبقى فاكرينها بتيجي في نقط مهمة بنتذكر مع بعض شوية حاجات من توصيلة النجمة مع بعض اذا كان الحمل متماسل يعني متزن اذا كان الحمل متماسل كلمة متماسل يا جماعة معناها الحمل متزن فلا داعي ان انا اوصل خط التعادل او سلك التعادل وساعتها النظام بيسمى نظام النجمة زو السلاسة اسلاك تمام بيسمى نظام النجمة زو السلاسة اسلاك امتى الكلام ده ده في حالة ان الحمل متزن او متماسل في حالة ان الحمل متزن او متماسل بعد كده بان احنا بنحصل برضو حاجة نبقى عارفينها مهمة مش حضرتك يا مستر قلت لنا ان فيه V-Line وفيه V-Face رافو عليكم يعني نقدر نحصل على يعني اكتر من جهد رافو نقدر نحصل على V-Line والV-Face يبقى معانا جهدين موجودين عندنا V-Line والV-Face بعد كده انه برضو لازم نبقى عارفين انه جهد التغذية او بيستخدم جهد الوجه لتغذية احمال الاضاءة V-Face بيستخدم لتغذية احمال الاضاءة ومحركات الوجه الواحد طب وجهد الخط يا مستر جهد الخط ده بيشتغل بقى على المحركات سلاسية الاوجه جهد الخط بيشتغل على المحركات سلاسية الاوجه لان احنا عندنا المحركات بتبقى محتاجة التلاتة فاز او التلات فرد او التلات اطراف يعني زي ما بنقولها كده باللغة الدرجة بتاعتنا تلات فرد كهربا فبنحتاج السلاسة الأوجه فبيبقى محتاج جهد الخط كله طيب بعد كده بندخل على توصيلة الدلتا لما نيجي في توصيلة الدلتا هنلاقي أنه يعني فيه توصيلة مختلفة شوية وبرضه هنشوف لها رسمة وهنوصلها على طابلو مع بعض تمام توصيلة الدلتا هنا بتختلف شوية عن توصيلة النجمة حتى علاقة الجهد والجهد الخط بجهد الوجه جهد الطيار أسف طيار الخط وطيار الوجه برضو العلاقة بتختلف عن توصيلة النجمة لو بصنا لجهد ما دي هنلاقي أنه الثلاث ملفات موجودين بالثلاث أوجه الزاوية 120 زاوية الإزاحة ما بينهم 120 درجة زي بالظبط ما كنا عاملين في توصيلة النجمة ولكن هنا اختلاف أنه هو طريقة التوصيل طريقة التوصيل ادتني في الآخر شكل مسلس طريقة التوصيل في الآخر ادتني شكل مسلس يعني لو جينا بصنا على الشكل ده هنلاقي أنه آدي بداية الملف الأول ودي نهايته تمام هنا برضو بداية الملف الأول ودي نهايته آه تاني آسف ودي نهايته وعندي بداية الملف التالت ودي نهايته تمام كده يا مستر هنوصلها ازاي؟ من الكلام اللي حضرتك رسمته ده أو الرسمة اللي حضرتك رسمها لنا هللاقي إن إحنا بنوصل بدايات بنهايات أو العكس أو نهايات ببدايات برافو عليكم شكل الرسمة واضح بيقول إن إحنا بنوصل نهاية ببداية بنوصل إيه؟ نهاية ببداية يعني إيه؟ يعني هللاقي نفسنا بنوصل نهاية الملف الأول ببداية الملف التاني تعال نمشي كده مع بعض على السهم للموس هنلاقي أن احنا بنقول نهاية الملف الأول ببداية الملف الثاني تمام ونهاية الملف الثاني مع بداية الملف الثالث ونهاية الملف الثالث مع بداية الملف الأول يعني كده تقفلت مسلس أهو الشكل اللي تحت ده بيوضح لنا الكلام ده تعالوا نشوفها مع بعض بطريقة نكتبها في الامتحان هنلاقي أنه في طريقة توصيل الدلتا يتم توصيل نهاية الوجه الأول ببداية الوجه الثاني أو نهاية الملف الأول ببداية الملف الثاني ونهاية الملف الثاني مع بداية الملف الثالث ونهاية الثالث تجيب توصل مع بداية الملف الأول وبكده تبقى الرسمة أو توصيلة الملفات اتقفلت معي بشكل مسلسي يعني شكل الدلتا اللي احنا متعودين عليه طيب يعني ايه الكلام ده يا مستر القوة الدفعة الكهربية المجموعة الجبري ليها او محصلة المجموعة الجبري ليها هتساوي ايه قال لي ان المجموعة الجبري لهذه القوة طبعا في كل ملف احنا تعودنا ان فيه اي واحد و اي اتنين و اي تلاتة تعودنا ان هم موجودين فين موجودين في الملفات يعني كل ملف تولد فيه قوة دفعة كهربية اي واحد في الملف الاول اي اتنين في الملف التاني E3 في الملف الثالث طيب محصلة المجموع الجبري ليهم محصلة المجموع الجبري لهذه القوة قال ان هي هتساوي صفر يعني هناك كنا بنقول في توصيلة النجمة ان ال E1 كانت بتساوي E2 بتساوي E3 هنا هنقول مع بعض ان ال E1 زائد E2 زائد E3 بتساوي صفر تمام ده كده الطريقة اللي احنا ممكن من خلالها نوضح طريقة توصيل الضتا او التوصيل المسلسي اللي هو دلتا تعال نشوف على التابلوه ده برضو تعودنا ان احنا نعمل التابلوه كده لرسمة بتاعتنا او نوصلها لرسمة بتاعتنا هنلاقي ان احنا عندنا ادي الثلاث أوجه بتاعنا حطينا الثلاث ملفات وعملين مقاط توصيل للثلاث ملفات وهنلاقي انه الثلاثة مش متصلين ببعض الثلاث ملفات مش متصلين ببعض اه بينهم الزائطة الإزاحة موجودة زاوية المئة وعشرين بس احنا عايزين نوصلها مع بعض نطبق الكلام اللي احنا قلناه بحيث ان احنا نعرف نرسمها لو جالي مثلا سؤال في الامتحان يقول لي اشرح بالرسم طريقة توصيل الدلتا او توصيل الملفات سلسلة الأوجب بطريقة الدلتا تمام يبقى احنا نعرف نرسمها كويس ونعرف نطبق الكلمتين الشرح اللي احنا هنكتبهم على الرسمة طبعا حضرتك وانت بتشرح هتقول يتم توصيل نهاية الملف الأول ببداية الملف التاني تمام تعال نشوفها مع بعض كده اهو ادي نهاية الملف الأول مع بداية الملف التاني طيب تعال نشوف ونهاية الملف التاني مع بداية الملف التالت تمام ونهاية الملف التالت مع بداية الملف ايه الاول وبكده تبقى التوصيلة مسلسية وتقفلت كل الملفات اتوصلت على التلات ملفات على التلات أوجب طيب دول برضو اللي هي الاطراف بتاعتنا الطرف الأول والتاني والتالت بعد كده تعال نتكلم مع بعض بقى على مزايا النظام السلاسي الأوجو مزايا النظام السلاسي الأوجو لو جينا تكلمنا عنها هنلاقي أنه فيه بيوفر لي بعض الحاجات بيصلح في بعض التوصيلات بيصلح في بعض الأعمال الكلام ده كله القدرة بتاعته إيه مثلا القدرة في النظام السلاسي الأوجو أو في محركات السلاسية الأوجو قدرتها إيه وعزمها إيه بالنسبة لمحركات الوجه الواحد بتديني قدرة قدية النسبة بينهم قدية كلام ده كله هنعرفه في مزايا النظام السلاسي الأوجه تعالوا نبصوا مع بعض على مزايا النظام السلاسي الأوجه ونقول أول حاجة رقم واحد بيحتاج إلى كمية أقل من النحاس في الملفات بتاعته بيحتاج كمية من النحاس أقل من نظام الوجه الواحد تمام؟ دي أول نقطة بيحتاج إلى كمية من النحاس أقل من نظام الوجه الواحد وناخد بالنا أن نقطة دي مهمة بيجي يقول لي مثلا في السؤال يقول لي أذكر مزايا النظام السلاسي فببدأ أعدد له مزايا النظام السلاسي أول حاجة فيها أنه بيحتاج كمية من النحاس أقل من نظام الوجه الواحد رقم اثنين أنه بيحتاج كمان أو المجال الدائر اللي بينتج عنه ينتج مجال دائر ثابت القيمة تمام؟ ينتج مجال دائر ثابت القيمة اللي تبنت عليه نظرية عمل المحركات الاستنتاجية السلاسية الأورو والنوع ده من المحركات يا جماعة أنتوا هتدرسوه بكفاية وهتدرسوه بشكل كافي في سنة ثالثة الصف الثالث إن شاء الله النقطة التالتة بيستخدم نظام النجمة ذو الأربع أسلاك طيب يعني إيه ذو الأربع أسلاك ويعني إيه ذو سلاسة أسلاك ذو أربع أسلاك اللي هو بنبقى موصلين خط الحياد ذو أربع أسلاك اللي هو بنبقى موصلين خط الحياد بتاعنا اللي هو قلنا عليه طرف التعادل أو الطرف المشترك اللي كان بين نكتب عليه حرف N تمام؟ ده الطرف المشترك ما بين النقاط كلها ده في توصيلة إيه النجمة فهنا بيستخدم النظام النجمة الرباعي الأسلات في أحمال القوة والإنارة وفي نفس الوقت كمان للتوزيع على جهدين تمام؟ لأن احنا قلنا واكتشفنا أنه في توصيلة النجمة بينتج عندي أكتر من جهد بيعندي الفي لاين والفي فيس كمان تمام؟ طيب بعد كده الكلام ده معناه إيه؟ معناه أن النظام السلاسي اللي هو جهده 380 فولت زو أربع أسلات بيستخدم للقوة تمام؟ بيستخدم إيه؟ لأحمال القوة محركات وهي الأحمال سلاسية الأوجو وللإنارة بنستخدم له الجهد الـ 220 تمام؟ كده؟ طيب بعد كده بنكمل برضو في نفس النقطة اللي هي مزايا النظام السلاسي الأوجو وبنقول أنه في أي آلة طيار متردد 3 أوجو بتكون القدرة الخارجة منها آه النقطة دي مهمة بقى أنا لسه من شوية وإحنا بنقول هنتكلم عن مزايا النظام السلاسي قلت لك إيه؟ قلت لك خد بالك إن إحنا هنتكلم عن قدرة في نقطة المزايا هنتكلم عن قدرة النظام السلاسي الأوجو بخصوص المحركات يعني في الوجه الواحد بيديني قدرة قد دي أدى نسبتها كان في السلاسي الأوجو فهنا النقطة دي وضحت لي الكلام اللي أنا بقوله دوت بالنقطة دي بتقول إيه؟ بتقول في أي آلة طيار متردد سلاسي الأوجو بتكون القدرة الخارجة منها تساوي 150% من قدرة الوجه الواحد لنفس حجم الآلة تمام طيب النقطة اللي بعد كده إن محركات التلات أوجو أو السلاسي الأوجو بتعطي عزم دوران سابت القيمة بتعطي عزم دوران سابت القيمة عكسها تماما في محركات الوجه الواحد بيبقى العزم يعني نابض يعني مهتز الوضع كده مش سابت خالص بعد كده عملية نقل القدرة بقى نقل القدرة لو نقلناها بسلاسي الأوجو طبعا هو نقل القدرة احنا كلنا بنشوف الأعمدة النقل القدرة ومحطات نقل القدرة اللي هي الجزئية اللي تبقى بعد محطات التوليد في نقل القدرة بقى يعني محطات التوليد دي حاجة محطات التوزيع وأعمدة الإنارة وأعمدة نقل القدرة والكلام ده ده موضوع ثاني خالص الموضوع ده بيخليني أقول أنه سهولة نقل القدرة الكهربية بالجهود العالية والفائقة باستخدام المحولات الكهربية طب اشمعنا المحولات الكهربية محاولات الكهربية وده موضوعنا هيبقى في حلقات لاحقة بعد كده المحاولات الكهربية دي أجهزة كهربية أو معدات كهربية بتشتغل بالطيار المتردد فقط فعلشان كده بيسهل نقل القدرة باستخدام المحاولات طيب بنق القدرة بالمحاولات طيب وبعد كده بعد كده برضو المحاول ده بيدي محط التوزيع أو بيدي على مجموعة من الأبراج نقل القدرة بقدر أوزع من خلالها برضو بأنظمة الثلاثة أوجو يعني نظام الثلاثة الأوجو أفضل في نقل القدرة تمام كده وبنقدر بعد كده بنوزعها على جهود منخفضة أفضل وأرخص بكثير من استعمال نظام الوجه الواحد أفضل من استعمال نظام الوجه الواحد يعني النظام القدرة الثلاثة الأوجو بنقل بي القدرة أفضل من الوجه الواحد تمام كده؟ تمام تعالوا نشوف مع بعض الشريحة اللي بعد كده هنلاقي انه عندي احنا عمالين نقول نقل القدرة وهتبقى بالسلاسة الأوجه أفضل وهتبقى أفضل من الوجه الواحد وقدرة محركات سلاسية الأوجه أكبر أو بنسبة 150% من محركات الوجه الواحد تعالوا نشوف مع بعض القدرة الكهربية في توصيلة النجمة أو توصيلة الدلتا عندي اذا كانت الأوجه الثلاثة في المولد متزنة لو الأوجه الثلاثة في المولد متزنة طبعا احنا بصدد حساب القدرة احنا بصدد حساب القدرة والقدرة عندي هنا رمزها B القدرة هنا عندي رمزها B طبعا احنا في نظام سلاسي الأوجه فانت عاوز تحسب القدرة للثلاث أوجه عايز تحسب القدرة للثلاث أوجه هو ينفع أحسب القدرة في كل وجه ينفع ممكن أقول أن البي واحد البي اثنين البي تلاتة أو البي ايه بي بي سي في الثلاث أوجه في نقطة مهمة بس عايزيني نعرفها أن لو الأحمال متزنة القدرة عندي بتساوي ثلاثة في قدرة الوجه الواحد لو الأحمال متزنة يبقى القدرة الكهربية في الحمل كله أو في المولد أو في النظام اللي بتكلم عنه القدرة الكهربية هتساوي ثلاثة في ايه في جهد الوجه الواحد أو قدرة الجهد الوجه الواحد وحدة القياس بتاعت القدرة رفع عليكم احنا عارفيني الكلام ده من الصف الأول عارفين أن وحدة قياس القدرة هي بتقدر بالواط أو بالكيلو واط تمام طيب أول حاجة عندي ده قانون أو معادلة توضح لي السطرين اللي فوق اللي هما البي بتساوي ثلاثة في الفي فيس تمام لأن احنا قلنا أنه القدرة في ثلاثة أوجه في حالة اتزان الأحمال في حالة اتزان الأحمال بيبقى ثلاثة في الفي فيس بعد كده تعالى نشوف بقى هنحسب القدرة مرة على الفي فيس قدرة الوجه مثلا وقدرة الخط لو هنحسبها على قدرة الوجه فأنت بتتكلم عن ثلاثة أوجه القدرة ومعامل القدرة ده ممكن يقول لي معامل قدرة تقدم أو تأخر أو معامل قدرة يساوي الوحدة وده بيبقى حسب نوع الحمل دي نقطة مهمة قوي لازم ناخد بالنا منها أن معامل القدرة بيبقى معتمد على نوع الحمل معامل القدرة معتمد على نوع الحمل يعني ايه يا مستر هو نوع الحمل فيه أنواع من الأحمال رفع عليكم سؤال مهم أنا عندي ثلاثة أنواع من الأحمال عندي ثلاثة أنواع من الأحمال عندي حمل مدي تمام عندي حمل حسي وهنقول ده ايه وده ايه وده ايه عندي حمل مدي عبارة عن مقاومات كل الأحمال كلها عبارة عن مقاومات وعندي حمل حسي عبارة عن ملفات محركات وحاجات من هذا القبيل عندي حمل سعوي الحمل ده فيه مكسفات كتير أو الحمل عبارة عن مكسفات فديه ثلاث أحمال أو ثلاث أنواع للأحمال بيختلف فيهم معامل القدرة يعني يا مستر إكوزين فاي ده ممكن يبقى بأشكال مختلفة أو بقيم مختلفة برافو عليك هو بيبقى بقيم مختلفة حسب نوع الحمل بيبقى بقيم مختلفة حسب نوع الحمل يعني إمتى يبقى متقدم وإمتى يبقى متأخر وإمتى يبقى معامل قدرة الوحدة لو معامل القدرة مدي يبقى الكوزين فاي بكام بواحد لو معامل القدرة أو الحمل نوعه حمل مدي يبقى مدي قلنا يعني إيه مش مدي مدي يعني حمل مقاومات مدي حمل مدي يعني إيه حمل مقون من مجموعة مقاومات وفي مثالها يقابلنا فيه الكلام ده كله وهنوضح الكلام ده أما الكوزين فاي ممكن يبقى بقيمة مثلاً 8 من 10 ممكن يقولي 8 من 10 تأخر تمام؟ 8 من 10 تأخر دي معناها إن الحمل حسي تمام؟ هو يعني 8 من 10 احنا منتكلم في كلمة تأخر الليج؟ الليج ده اللي هو حمل متأخر أو معامل القدرة متأخر معناها إن الحمل إيه؟ الحمل حسي عبارة عن محركات أو فيه ملفات الحمل فيه ملفات طب الحمل أو معامل القدرة المتقدم ده خاص بإيه؟ هيقوله لي إمتى يا مستر؟ يقوله لي لما يكون الحمل عبارة عن مكسفات يقوله لي لما يكون الحمل عبارة عن إيه؟ مكسفات برافو عليكم سؤال مهم ونقطة مهمة لازم نبقى عارفين أنواع الأحمال وإمتى معامل القدرة يساوي واحد وإمتى معامل القدرة يساوي برقم أو بقيمة 8 من 10 مثلاً وتأخر أو تقدم لازم نبقى عارفين الكلام ده كله تعال نخش على نشوف المعادلة التانية المعادلة التانية بتقول أنه البي بتساوي القدرة بتساوي آه لقينا هنا إيه؟ جزر ثلاثة طب إش معنى يا مستر؟ هنا ثلاثة في المعادلة اللي فوقها الأولانية فيه ثلاثة والمعادلة التانية هنا لقينا فيه جزر ثلاثة هنا لقينا إن فيه ثلاثة لإني كنت بتكلم عن جهد الوج وطيار الوج صح كده برافو هو نقطة برضو لازم ناخد بالنا منها إن لما أتكلم عن جهد الوج لازم أتكلم عن أقول أضرف ثلاثة طالما هتكلم عن جهد الخط يبقى أقول جزر ثلاثة لإن أنا بتكلم عن الخط كله تمام؟ أنا بتكلم عن خط التغذية كله أو الخط اللي شايل الكهرباء كله أو الطيار كله أو الجهد كله فبتكلم عن جزر ثلاثة عشان أنا بحسب على الخط ككل يعني مش هواجه واحد تمام كده؟ طيب يبقى بعد كده تعالوا نشوف مع بعض مثال نطبق عليه الكلام ده المثال اللي هنشتغل عليه لازم نقرأ يعني إحنا ده أول مثال هيقابلنا لازم نقرأ المثال كويس لازم أطلع البيانات بتاعتي كويس لازم أحسبها بشكل واضح لازم أنه أقرأ المثال وأعرف طريقة التوصيل كويس لازم أشوف طريقة التوصيل بتاعتي نجمة ولا دلتة نجمة ولا دلتة لازم أشوف المعادلات اللي هستخدمها إيه لازم برضو أعرف التوصيل اللي أنا لقيتها في المثال قال لي أن الحمل متصل نجمة الحمل متصل دلتة فلازم أبقى أعرف العلاقة بين الجهد والطيار فيها القدرة بتاعتها إيه هنشوف مع بعض المثال المثال هنا بيقول لي مولد طيار متردد أو متغير سلسل أوجه موصل بطريقة النجمة القوة الدفعة الكهربية ولازم متعود على كلمة القوة الدفعة الكهربية هي اختصاراتها القفضة الكاف لازم نقول إن هي القفضة الكاف هنا للوجه قال لي 3810 فولت تمام بعد كده قال لي احسب جهد الأطراف وقدرة الخرج إذا علم أن الطيار في كل وجه 30 أمبير خد بالك قال لك الطيار في كل وجه 30 أمبير ومعامل القدرة 8 من 10 هو ده معامل القدرة اللي كنا بنتكلم عليه قال لي تأخر تمام معامل القدرة ما له تأخر يبقى الأحمال هنا أنواعها إيه تمام برافو عليكم الأحمال هنا حسية طيب تعال نطلع بياناتنا من المثال في المسألة قال لي أن جهد الخط بيساوي الفي لاين اللي هو 1810 فولت وكمان قال لي أن الاي لاين كان بيساوي 30 أمبير طيب حضرتك يا مستر كتابت الاي لاين بيساوي الايفيس طيب مش إحنا قلنا أن في توصيلة النجمة صح كده المثال هو كان متصل إيه نجمة تمام؟ يبقى إحنا هنا لما جينا نجيب نطلع البيانات بتاعتنا قلنا أنه الاي ال بيساوي الايفيس لأنها دي كانت علاقة الطيار الخط بطيار الواجه في توصيلة إيه النجمة كان بيساوي 30 أمبير وعندي الكوزاين فاي قال لي في المسألة أنه هو 8 من 10 وتأخر احسب جهد الخط وإيه؟ وقدرة الخرق تعالوا نشوف مع بعض أول معادلة هتبقى إيه؟ هو عاوز يحسب جهد الخط كانت المعادلة بتقول إيه في توصيلة النجمة؟ كانت بتقول لي أن جهد الخط بيساوي ال VL بيساوي جزر 3 في ال VF ال VL بيساوي جزر 3 في ال VF تمام؟ طيب ال VF عندي هنا هو أنا عندي قيمة أو أنا عندي لو أنا عندي جهد الفيس جهد الوجه مش موجود عندي فطبيعي أنا المعادلة كانت بتقول أن ال VLINE هو هنا كان بيقول لي أن جزر 3 في 3810 اداني القيمة اللي موجودة معايا هنا بعد كده قال لي أن ال ILINE بيساوي ال IF ولما عرفت أنه توصيلة النجمة فطبيعي بتساوي 30 أمبير هنا نحسب القدرة القدرة هنا بتساوي جزر 3 VL IL كوزين فاي الكوزين فاي قالنا أنه هو 8 من 10 الطيار هنا قال لي أنه هو 30 أمبير ال VL أنا جبته وعرفت قيمته 65599 في جزر 3 نعوض بالقيم بتاعتنا هنلاقي أنه القيمة بتاعت القدرة طلعت 291 464 ودي تبقى قيمة القدرة أو قدرة الخارج اللي موجودة وبكده إن شاء الله نكون كملنا جزء من الباب الأول قدرنا نوضح فيه الطيار المتردد هو إيه وقدرنا نقول كيفية الحصول على الطيار المتردد وطرق التوصيل للطيار طرق توصيل ملفات سلاسية الأوجه وعرفنا أنه هي توصيلة نجمة ودلتا واشتغلنا مع بعض طريقة رسمها وطريقة توصيلها والعلاقة بين الجهد الخط وجهد الوجه في كل توصيلة وتعير الوجه وتعير الخط في كل توصيلة وإن شاء الله إلى لقاء قادم إن شاء الله في حلقة قادمة ونتمنى يكون الشرح واضح وقدرنا نلم الجزء بسيط من المنهج تحياتي لكم وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقة قادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر